أهلا وسهلا فيكم بقناتي الإنجليزية مع داعد على اليوتيوب المنهاج اليوم اللي رح نشتغل عليه هو منهاج الصف الثاني المنهاج الجديد طبعا يوجد على القناة فيديوهات تعليمية للصف الثاني منهاج قديم لا يوجد فرق كبير بينهما هناك فقط 20% من التعديل أو التغيير لذلك بإمكانكم الاستعانة بالفيديوهات السابقة للصف الثاني لا تنسوني من اللايك وشير وصبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد معكم أنا داعد ليبو خليكن معي Let's begin Unit 1 Hello Exercise 1 Listen to the conversation and repeat Hello I am Miss Nadia Hello I am Waleed Hi I am Zaina Hello I am Selma And my name is Hassan A-A-A-A-Cat A-A-P-L-A-B-A-G Exercise 3 Listen to the conversation then in your groups Take turns to introduce yourself Hello I am Jill Hi I am Belle Exercise 4 Listen and sing Hello Belle It's a lovely day A lovely day A lovely day Hi Zaina It's a lovely day A lovely day A lovely day Good morning It's a lovely day A lovely day A lovely day Exercise 5 Listen to the conversation Point to the sentences I repeat Is it a desk? No it isn't Is it a book Yes it is معاني الكلمات لدينا جدول على اليسار Listen يستمع ريد يقرأ And what وهو العطف يعني Hello مرحبا Miss Anissa I am أنا أكون وهي اختصار لأيام I am Hi مرحبا My name is اسمي يكون Lovely جميل Day يوم أو نهار Good morning صباح الخير أما جدول على اليمين Ask Ask يسأل Answer يجيب Dask مقعد Yes نعم No لا It is إنه كذلك It isn't إنه ليس كذلك Much يصل Cat قطة أبل طفاحة Bag حقيبة Welcome to the activity book Welcome back Exercise 1 Trains the following words on Much them To the pictures التمرين الأول قم بتعليم الكلمات التالية ومن ثم وصلها بالصور لدينا Trousers Pantalon Sandwich Sandwich Umbrella Mithala Fridge Barad Exercise 2 Cross out the words that don't have the following sounds ضع إشارة خطأ على الكلمات التي لا تحتوي على الأحرف التالية أو الأصوات التالية لدينا الحرف P P انتبهوا هون على الحرف P إنه لازم يطلع هوا من تمكن وأنتو عم تلفظوه P Pencil Computer 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 أما الحرف B أو الحرف B فما هو ما بيطلع أبداً صوت Biscuit أوكي ما بيطلع هوا Biscuit أوكي لدينا الحرف M M Tomato News Mother ولدينا الحرف R R Blue R Rice Green Green R لدينا أيضا الحرف Ya Ya أو E Yellow Umbrella Boy أيضا لدينا الحرف I أو E لدينا Leg With Window C Sing A Bag A Apple Doll Exercise 3 Read on circle the words related to clues اقرأ وضع دائرة على الكلمات المتعلقة بالملابس يعني منحط دائرة على الكلمات التياب أوكي وتروح تخطولي فواكم وبعض الشو كلمات التياب طيب السطر الأول لدينا باك حقيبة Dress مم فستان أحسنتم Leg رجل Dull ماذا؟ دمية صحيح أحسنتم أي من هذه الكلمات هي كلمة للملابس سهلا يا صف الثاني وأنا أثق بكم السطر الثاني Skirt تنورة Arm ذراع Bedroom غرفة النوم Toy books صندوق الألعاب السطر الثالث Head رأس Sofa صفاية أو كنبة Vaz مزهرية Shirt قميص Key مفتاح آخر سطر Key مفتاح Desk مقعد Jacket Jacket Salad Salad وأنا دائماً يا صف الثاني أقرأ من اليسار إلى اليمين باللغة الإنجليزية أوكي؟ وأنا أثق بكم أين يدكم اليسار؟ أعطوني إياها أحسنتم Exercise for read on circle the correct picture أقرأ وضع دائرة حول الصورة الصحيحة Read a أقرأ ماذا؟ إذا الصورة الأولى قلم رصاص صح؟ يعني pencil والصورة الثانية بالسطر الأولى شو هي؟ كتاب يعني book ماذا أقرأ؟ قلم رصاص أم أقرأ كتاب؟ أحسنتم حلوين براوة عليكم صح طيب الصورة الثانية eat a col ماذا؟ إذا الصورة الأولى بنانة يعني موزة الصورة الثانية فوزة يعني مزهرية شو من أقول؟ المزهرية أما موزة؟ سطر الثالث play with ألعب مع أو ألعب مع ماذا؟ doll لعبة bag حقيبة ألعب مع ماذا؟ sleep in or أنام في أو نم في يعني حسب إذا عندي يافع الأمر نم في كرسي chair أما بد بد يعني فراش ما رأيكم؟ السطر الأخير where a ارتدي إذا أول صورة يعني بوكس صندوق هذا بيرتدي بصندوق لا شو؟ لكان في عندي درس where a dress أحسنتم يعني ارتدي فستان حلو exercise 5 march the questions with their answers صل الأسئلة بالأجوبة طيب how are you؟ how are you يا صف الثاني؟ كيف حالكم؟ طيب راح أنا أسأل بس أوكي؟ وبعدين بعطيكم الجواب what color is the bus؟ السؤال الثاني what color is the bus؟ ما لون الباس؟ who is this؟ من هذا؟ is this your bank؟ هل هذه حقيبتك؟ how old are you؟ كم عمرك؟ طيب هاي بالسطر العليسار يعني السطر الأول السطر المقابل لأله لدينا الأنصر يعني لدينا الأجوبة الجواب الأول من الأعلى this is my mother هذه أمي الجواب الثاني yes it is نعم إنها كذلك الجواب الثالث I'm seven أنا في السابعة من العمر الجواب ما قبل الأخير it yellow إنه ماذا؟ أو إنها ماذا؟ صفراء يعني ما لون كذا؟ أو ما لون الباس؟ أصفر آخر جواب لدي I'm fine أنا بصحة جيدة thank you شكرا لك exercise 6 complete the gaps with words from the books أكمل الفراغات gap انتبهوا لكلمة gap gap gaps gap فراغ gaps فراغات with words بكلمات from the books من الصندوق طيب أنا في عندي كلمات شو هني؟ تعونا نقرأ من اليسار إلى اليمين on على it إنه يكون it isn't إنه لا يكون please من فضلك مني الكثير من طيب سؤال الأول what's this what's this ما هذا؟ كيف يكون الجوال؟ ماذا أضع؟ سهلة طيب two is the car black هل السيارة سوداء؟ no لا لا معنى سوداء نا كلا ليست كذلك طيب three where is the ball؟ أين الكرة؟ it's for the table يعني هي على الطاولة طيب four أنا عم بسألك أنه تاخد سلاد؟ سلاد؟ سلطة يعني؟ oh yes yes five how far tomatoes are there؟ ماذا؟ إذا جاءت how ثم وضعنا بعدها many إذن أنا أسأل عن العدد يعني كم عدد البندورة هناك كم عدد البندورة؟ how many tomatoes are there؟ يلا تعونا نحفظها مع بعض يا صف الثاني how many tomatoes are there؟ there are six tomatoes هناك سبتة بندورة سهلة هكذا وأنا أثق بكم قوم بتعليم الأحرف والكلمات يعني منعلمهم بقلم الرصاص إذا انتبهتوا هون الأحرف والكلمات موجودين بأحرف فاتحة أو بإطباعها فاتحة نحن بدنا نعلمهم بقلم الرصاص بشكل جيد وحلو وبعدين نكتبهم مرة تانية يعني ننسخهم على جنوب يعني مثل ما كون شايفين عندي حرف الأ صغير وعندي حرف الأ كبير عليهم كلمات مثل an apple يعني هذول كلمات فيهم an apple والكلمة الثانية a bag exercise to look at the big charts uncircle the correct word انظر إلى الصور وضع دائرة حول الكلمات الصحيحة طيب أنا في عندي بالصورة الأولى شو؟ تفاحة برافو عليكن تفاحة طيب تفاحة شو معناته؟ happy سعيد apple تفاحة hand يد شو رأيكم انتو؟ طيب اللي بعدها اللي بعدها شو عندي يا؟ lumber طيب lamp lumber stand يقف hand يد ما رأيكم؟ سهلا طيب الصورة الثالثة عنا bag حقيبة sad حزين cat قطة ما رأيكم؟ سهلا طيب آخر صورة شو عندي؟ حقيبة big كبير bad حقيبة bed فراش هلا أنا هوني بس بدي حد دائرة على الكلمة الصحيحة اللي بتناسب الصورة صح أم لا؟ وأنا أتق بكم exercise 3 draw yourself write your name هلا هوني هذا التمرين أنا كتير كتير بحب هدول التمرين يعني انت هون بدك ترسم حالك draw yourself draw yourself يعني ارسم نفسك and write your name وكتب اسمك جاهزين؟ يلا رسمتوا حالكم؟ بس ما تنسوا تكتبوا اسمكم ولازم كمان شو تحكوا لازم تحكوا هلو آيم مرحبا أنا يعني مثلا أنا هون بتحكي هلو آيم داعد انتو شو بدك تحكي؟ exercise for trace and complete the words قم بتعليم وإكمال الكلمات ماشي؟ في عندي كلمات أنا لون فاتح بدي اكتبون وعلمون بقلم الرصاص بلون يصير هيك حلو وغامق بس بدي يام رتبوا حلو يعني الحرف على الحرف مو يطلع ولا حرف هيك وحرف هيك وحرف زيادة وحرف ما بعض الشو لا الحرف على الحرف وأنا كتير واثقة فيكن أنه رح يطلع شي حلو كتير 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 وأنا كتير رح حبه هلو شوفوا أول شي صديقنا هون علي يسار شو عم يحكي؟ my names وليد my names وليد اسمي وليد طيب زمينتنا شو عم تحكي زينا شو عم تحكي؟ طيب أنا بدي اسألكون what's your name؟ شو بدك تحكي تقلي؟ my names؟ طيب اسألوني انتو what's your name؟ my names؟ dad what about you؟ exercise 5 trace the words then match them with the pictures قم بتعليم الكلمات ثم صلها بالصور لدينا الصور من اليسار إلى اليمين كما ترون ولدينا تحتها كلمات لكن علينا بقراءة الكلمات ووصل كل كلمة بالصورة المناسبة لها لدينا desk، مقعد، book، كتاب، pencil، قلم رصاص، chair، كرسي كل ما عليك هو أن تقوم بتعليم هذه الكلمات بقلم الرصاص ثم وصل الكلمة المناسبة بالصورة المناسبة لها أعمل بشكل ثنائي يعني أنت وزميلك بالصف أو أنت والماما بالبيت أو أنت وأخوك بالبيت أو أختك drop pictures ارسموا صورا أو 40 كلمات from the books below من الصندوق في الأسفل your partner cases وزميلك بيحذر طيب هلا أنا رح أحكي الكلمات اقرأ الكلمات من اليسار إلى اليمين وترجمون ورح احذر أنت شو رح ترسم شو رأيكون يا صف الثاني طيب أو شا عندي desk، مقعد، book، كتاب، cat، قطة، apple، تفاحة، bag، حقيبة، pencil، قلم رصاص، chair، كرسي هلا ارسموا شغلة وشوفوا إذا ما رح أعرف أنتوا رسمتوا أطفل صح؟ صح ولا غضطت؟